تفتيش منزل ولد الشنوية بعد تسريب معلومات في غاية الخطورة بخصوص مقتنيات كذلك ألبومات تسجيلات فيديوهات وهذه اللي يجعل وكيل الملك يعطي تعليماته للشرطة القضائية بتنفيذ هذه المهمة أكيد معلومات إخوان إخواتي والذي ستكشفه في هذا الفيديو كواليس لوقعات العائلة ولد الشنوية مباشرة بعد تلقي هذا الخبر خصوصا وأن القضية دي الودشنوية اللي تقدر تبصل إلى جنايات إخواني أخواتي ما تنسوناش في هذا الفيديو بالتعليق ديالكم كذلك البرتاج على أوسع النطاق جزاكم الله خيرا وبطبط الحال ما تنسوناش يعني تفعلوا من خلال التعليق ونبدأوا على بركة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية والسلامة أكيد إخواني أخواتي كما كتعرفوا قضية ود الشنوية لأطارة ضشة كبيرة على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي قنوات كبيرة تكلمات على ود الشنوية خصوصا قضية السب والشتم والشهير والكثير من القضايا والتي تنتظر ود الشنوية والأحكام التي ستكون قاسية فكما هو معلوم قضية ود الشنوية التجار بالبشر والشكايات اللي ما زالك تقاطر على النياب العامة المحكمة الزجرية بعين سبع وهناك معلومات وتسريبات بخصوص صوفية طالوني اللي قدم أدلة وكذلك وطائق كافية اللي يزيد غير تغرق ود الشنوية فهذا القضية للاتجار بالبشر أما قضية السب والشتم فهي قضية يعني تقدر تمر مورور الكرام وقدر تكون أحكام اللي هي يعني مخففة لأن هناك صلح وهناك تنازل هذا لا يعني أنهم غير تم إطلاق الصراح ديال بنت عباس بعضها ما بنت عباس وكذلك ود شنوية لأن هناك سب الشتم متبادل بالرغم من مطالبة المحامي ديال بنت عباس على أسس أنها تخرج تسجن من أجل واحد العملية اللي هي الجرحية عاجلة لكن الأمر كيبقى عند ود شنوية ود شنوية الآن لكي يعيش الأمرين لكي يعيش الأمرين خصوصا بعد تسريب هذه المعلومات بحصوص تفتيش منزل ود شنوية والكشف عن بعض الحقائق ربما غدت زيد تورط بعض المسؤولين خصوصا صاحب بيع المجوهرات هذا البائع بيع المجوهرات هذا الشخص اللي كانت عنده صيلة مع ود شنوية كيف ومتى وما علاقة هذا البائع المجوهرات بود شنوية فهذا الش اللي ستعرفه في هذا الفيديو إخونا إخوتي بائع المجوهرات إخونا إخوتي من بين الزبناء ديال ود شنوية واللي كان يعرض عليه البضاعة من بنات المغرب بنات بلاده وهذا بائع المجوهرات وللأكيد عنده أصدقاء من مختلف دول الخليج خصوصا من الإمارات السعودية والبحرين يعني على أين مجموعة من دول الخليج هذا العلق اللي خلت أنه تربط والشنوية وهذا البائع المجوهرات وللأكيد أنه كان دائما كيعرض هذا البضاعة عن طريق الصور وكذلك الأعمار ديال هات الفتيات وبطريقة الحال هذ الخالجيين من بعد ما كيجيوا من الخليج إلى المغرب ويعني وكيقتنوا أفخم الفنادق المصنفة وبطريقة الحال والشنوية اللي كان كيكون جاهز يعني لتقديم البضاعة دياله ملايين دراهيم إخوان إخواتي هدايا اللي كان كيتوصل بها والشنوية وهذا الشي اللي عيكتشفوه داخل المنزل وهذا الشي خطير وخطير جدا ولي غيجر وبعد مسؤولين ولي غيجر وبعد نقدر نقوله ضحايا نمشى وضحية هاد والشنوية والشنوية الآن رأيخون إخواتي يعيش الأمرين وش حمرا كنقول لكم أكيد أن الحالة دياله النفسية صعيبة وصعيبة جدا ما كان شكيدون أنه غيتم الاعتقال دياله ديالك الطريقة لأنه كان غيخطط للهروب خارج أرض الوطن نظرا يعني لخطورة الملف دياله الملف اللي هو خطير وخطير جدا ربما هناك شبكة من مغاربة من مختلف المدن كذلك شبكة من خارجيين وهذا الشي دي كانت اعترفت به يعني إحدى يعني الواسيطات الواسيطة تعيد لت بكل وسائل تدلت بكل وطائق وهذا الشي كله باش باش تعرف بالحقيقة ديال والشينوية ربما هناك تصفية حزابات كما هو معلوم ما بين صوفيا طالوني وكذلك والشينوية هاد المعلومات إخوان إخواتي والتربات مع بداية تقديم الشكاية اللي كانت أكبر مفاجأة يعني اللي والشينوية وعائلته والشينوية وعائلته اللي كانت كانوا متفاجئين بهذا الشكاية كذلك المحكمة لتفاجأت بالشكاية صوفيا طالوني من بعد ما عطى توكيل إحدى المحامين هنا بمدينة طالبدة لتقديم دعوة القضائية ضد المدعو وريضة والشينوية أكيد هاد الشكاية اللي كانت مرفوقة بمعلومات خطيرة وطائق فيديوهات كذلك كل من له علاقة يعني بستبو الشتم كذلك التجار بالبشر الشرطة القضائية إخوان أخواتي كانت اليوم على موعد بتفتيش منزل ولد الشينوية تفتيش منزل ولد الشينوية ولي اكتشفوا بعض الحقائق اللي هي خطيرة وخطيرة جدا كما اذكرت فيديوهات أوديوهات تجيلات ألبومات يعني كل شي حتى ذيك الهدايا من الذهب اللي كان كيتوصل بها يعني سواء من هاد تايبي أو من بعض الخالجين بحكم أنه يحمق يعني على مجوهرات يحمق لأنه يدير داب فيدو وهذه الهدايا كلها فعلا اخونا اخواتي يلقاها داخل الخزانة يعني مسدود عليها بإحكام صور الألبومات للفتيات كتر من مئتين فتاة من مختلف الأعمار وهذه اللي خلص روضة الأمنية في صدمة كبيرة فقولوا أن متابع في قضية السب والقف بالرغم هذه الصلح وهذه التنازل وهذه الشيء بطابة الحال راه كان عن طريق يعني فلوس بهذا المعنى أعطى الفلوس عشر مليون كذلك لهذا السمسار خدأ خمسة مليون من أجل الحصول على الصلح والتنازل وهذا شلي كان إخوان إخواتي وهذا شلي كان فعلا حصلوا على التنازل حصلوا على الصلح لكن الصدمة هو أن الوكيل العام للملك رفض الصراح المؤقت فعلا رفض هذا الصراح المؤقت وهذا اللي خل العائلة في حيرة من أمرها أكيد هذه المعطيات كلها إخوان إخواتي لمازال كنشوف الجديد وكنشوف مفاجآت خطيرة وجديدة إخواني أخواتي فباش ما نطوش عليكم في هذا الفيديو فما تنسوناش بالتعليق ديركم كذلك البرتاج وشارك في القناة متواضعة فدمتم في رعاية الله والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته